حكم كذبة إبريل و يسمونها الكذب البيضاء أبو إبراهيم بارك الله فيك الكذب أسود ما عندنا شيء اسمه كذب أبيض و كذب أسود الكذب كله قبيح و كله سيء و لا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى مثل هذه الأشياء خاصة و أنها و لله الحمد من فضل الله أن مثل هذه الكذبة يطلق عليها كذبة و الإنسان يجيب نفسه هي قال كذبة إبريل كفى بها قبحا كفى بها قبحا و لذلك هي ذنب و العياذ بالله كونه كذبة و الأمر الثاني فيه تشبه ما عند أهل الإسلام شيء اسمه كذبة إبريل و إنما هي تشبه بالآخرين النبي عليه الصلاة و السلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم و ينبغي على الإنسان المسلم أن تكون له شخصية مستقلة خاصة فيما يتعلق بدينه و إيمانه و لا يجوز له أن يكون إمعة أو يكون إنسان لا مبدأ له و يقلد أي شيء يعني كل ما يأتي قلده لا يكون له شخصية المسلم له شخصية كيف الآن يلجأ مسلم إلى كذبة اسمه كذبة إبريل يقلد فيها الآخرين و ينشئ كذب و العياذ بالله فعلى الناس أن يتقوا الله و أن يخافوا الله و الله جل وعلا حرم الكذب و النبي عليه الصلاة و السلام حرم الكذب و الكذب يتنافى مع الإيمان إيمان المسلم بالله عز وجل فهذا من المحرمات بارك الله فيك